مرحبا لجميع يساعد لوقاتكم يا رب. اليوم انا حبيت بس لانه ما عندي بصراحة كتير وقت اليوم فبدي سجل هذا الفيديو لو بفيديو قصير حتى الناس كلا تستفيد طبعا شوية اسئلة من المتابعين وحبيت انا اردع اليوم بفيديو كلا عادة اصدقائي. من اخي عبد الرحمن عم يقول اخي انا اخي يجي على هولندا. Huawei. بدو يعمل لامشامل لعيلتي. بدو يعمل لامشامل انا اوكي. بس انا رحقول انو انا ماني متزوج وبس اجي لهون رح انو انا متزوج وافصل ملفي你说ن نجيب انا عيلتي. اوكي? فيني انا روح بعد ما اجيب عيلتي اروح على المانيا او بلجيكا انو على غير هولندا. بمشي حال. اصدقائي لا بمشي حال انت فيك تتيجي. وتفصل ملفك. وتجيب عيلتك ما في ايمانه بس ما فيك تروح على دولة تانية ليش لانه انت من الاساس انت جاي نظامي على هولندا اني انت اسمك صار بهولندا عندك اقامة الواحد لما بده يجي لمشمل خلص اقامته جاهزة ما فيك تروح على دولة تانية الاصدقائي انا هذا الفيديو او هذا السؤال حبيت انا اعممه لحتى الناس يكون عندها فكرة شو ممكن يصير اوكي اصدقائي فهذا السؤال الاول السؤال التاني من منوعات شعرية عم يقول اخي بدي اطلع هولندا بهذا الاسبوع تنصحني ايجي وشو وضع الاقامات قدش الواحد عم يطول حتى ياخد اقامات اصدقائي اقامات برجع بقول اقامات حظ يعني ممكن انت تيجي خلال ثلاثة شهور تحصل على الاقامة ممكن تيجي خلال سنة تحصل على الاقامة سبعة شهور ما في وقت محدد للاقامة الاقامة تبع الخمس سنين ما في وقت محدد اصدقائي اوكي اه سؤال اه من مواضيع كوم عم يقول اوكي هذا السؤال بصراحة ضحكني موضحكني انه حبيت انا اقوله اه مواضيع كوم هكي اسم الشخص عم يقول لما يكون اه الواحد بالكم بيادر يطلع يتمشى برا بيادر يطلع الواحد يتمشى برا بدي اوضح بهذا السؤال شغلي انه اه لا يكون بيبالكم انه هول انه الكامبات سجن لا اصدقائي ما انه سجن هو اه كامب مأوى لحتى تمشي اجراءاتكم بما تمشي اجراءاتكم وطلع للكم بيت فهذا يعني انه انتو ما فيكم تطلعوا انتو فيه انتو احرار تطلعوا بتجوا بتتمشوا بتركدوا بتعملوا رياضة بتتسوعوا ما ترجعوا لاخر الليل بتغيبوا كام يوم عن الكامب عنكم حدا فيكم تروحوا عندو المهم كل اسبوع تجوا حتى تبصموا في حسب الكامب انتو راح الكامب يالي يعني هون بي هولندا في بصمة كل اسبوع فلازم تكونوا موجودين حتى تبصموا وترجعوا وتروحوا اسبوع ثاني بس السؤال بصراحة يعني شوي انه هيك حبيته يعني انه فينا نطلع نتمشى فيك تساوي لفدك يا اخي الاخي الغالي فهذا السؤال واخر سؤال من اخي محمد زهير عم يقول انه هل هولندا عم تقبل حاليا فيا السياحية لليمنين اول شي اهلو سالفيق وبكل اهل اليمن وتاني شي اخي ازا قدرت تطلع شهاد اه فان فيزا سياحية على هولندية فما في اي مشكلة فيك تقدم بهولندا بس بشرط تكون الفيزا سياحية هولندية مو تكون مثلا تكون فيزا سياحية اسبانية او الدنيماركية او ما بارف شو وتيجي لهون تقدم لما رح يمشي حالا لانه يعني سالسالحة فلازم تكون هولندية سياحية وبتقدر تقدم اذا هذا كان سؤال لك اخي اوكي فاصدقائي هدول اهم الاسئلة اللي انا حبت جاوب عليهم بفيديو لحتى الكل يستفاد بتمنى اي شخص عنده اي تعليق استفسار يكتملنا تحت التعليقات وبتمنى اي شخص جديد عم يحضر الفيديو يشترك بالقناة ينضم معنا لقناتنا وانو انا بكبر فيكن عن جد اصدقائي بحبكن كتير والفيديو جاي ان شاء الله رح احكي فيديو مهم اوكي لو طولت شوي الفيديو مهم اه اللي جاي ان شاء الله شلون الواح انو شو عم يصير هلا بيتير ابل شلون عم اه 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 ام افروزوهم شون عم ياخدوهم شو عم يصير معهم شو عم يطعموهم اوكي هذا اه صارت معي مو معي انو مع شخص اه اه حكالي بتفصيل شو صار معو اوكي وانا رح ساوي فيديو لحتى الكل يستفاد تحياتي لجميع اصدقائي سعد الوقاتكم وباي باي